بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت مع وزير الدولة الكندي لشؤون البرلمانية روبرت أوليفانت سبلة عزيز التعاون بين الجانبين كما نقش الجانبان مجملة تطورات على الساحتين الأقليمية والدولية وبالأخص تطورات القضية الفلسطينية حيث جدد أبو الغيت تأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع بما يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية